انت بس قلت الصوت انت بس امرك امرك انا ما ديرك في اللايب حقيقي تهياتنا شكرا لك اقاماري طيب في واحد كده اسكري قديم نسمع له كلنا قال شنو اسموه اسموه زولدان السلام عليكم ورحمة الله و تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله و تعالى وبركاته الفيديو ده انا بدل يهتداء لأخونا احمد كسلا في نقطة كبيرة وهو ما يتكلم عنها انا من المتابعين كل اللايبات بتاعاتك دي كلها منهم بيوها باصحابيها بقيت ليه موضوع اخي يا احمد كسلا الجنجويدة الان في خبره والجنجويدة الان في النهايات بتاعاته والت والله يعني انت هو مفترض يعمل لك تمثال الشعب السوداني اذا فعلا مختم بالقضية يعمل لك تمثال كويس والجنجويد ده قاسوا انا بتصل بحسي مع اخواني او اصدقائي في دولة جنوبة سودان قاعد قول ليه والله الناس زي الحظهم لو قون احنا انفصلنا كويس وتعارف معنا الجنجويد اول الرزيقات دي الجنوبيين كانوا بيسموهم المراحلين اول يعني بيروتان ناس رجال وناس لو كانوا موجودين معانا ما تفصلوا والله إذا رفور دي مجيعة وجه لكن للأسف باعوكم ناس طهير حجر وناس من ناوي وناس خليل من دكدا جبرين تعال مالي إذا دل باعوكم لكن بالجد كل الوث كل التحاية أحمد كسلا ونحن من أبناء الشمال من الوسط من الجزير مواقفين معكم قلبر وغالب وبندقيتنا جاهزة ونحن جيش كبا قداما تارك الله فيك الفيديو دي صلك تحياتنا والله أنا أشكرك جدا أشكرك جدا أشكرك جدا وأكرر لك الفيديو دي مرة رحمة الله و تعالى بركاته الفيديو ده أنا بدلو يهداء لأخونا أحمد كسلا في نقطة كبيرة وهو ما يتكلم عنها أنا من المتابعين كل اللايفات بتاعاتك دي كلها من أمبيها و أصحابيها بقيت ليه موضوع أخي يا أحمد كسلا الجنجوي ده الآن في خطأ والجنجوي ده الآن في النهايات بتاعتنا وإنت والله يعني إنت هو مسترد يعمل لك تمثال الشعب السوداني إذا فعلا مختم بالقضية يعمل لك تمثال كويت والجنجوي ده أنا بتصل رحيسي مع أخواني أو أصدقائي في دولة جنوب السودان داعت قول ليه واللهي الناس زي الحظهم لقونا إحنا نفصلنا كويس وتعارف معنا الجنجوي أول الرزيقات ديل الدنوبين خان بسموهم المراحلين أول يعني بيدروا طعام في الدينكة وقول له مرال ثماني إحنا في الجيش في غوشان وصلاحة يعني إذا ما نجو ألا الأبالة ديل والخيالة ديل فبنادو مراحل الدينكة قول لك كغي مراحل مراحل بنتابرون نطبوحو بقويتار أجالو كدر بطو موانجا غنجا موانجا موانجا بإنما زمانواري لغتوية تتوية تجنو وانجا غي قوية ناس رجال لو كانوا موجودين معانا وانفصلوا والله يدار فردوا مجيعة واجعة لكن للأسف باعوقكم ناس قهير حجر وناس من ناوي وناس أنا أشكر جدا تهياتنا للراكس البطل وأنه نحن واكفين ما أدخل بنا وغالبا في بعض المحاطرات كده في اللايفات ما تشتغل بها في النهاية نحن ضد الكيزان وضد وعضاء حركات المسلة وضد الإدارات الأهلية وضد الغجر فالناس تعمل لنا شير يا جماعة بيقدر ما تقدروا لسه الشغل كتير وفي بيديوهات بتاع الآيس وما أدراك ما الآيس وفي مكالمات صوتية بتاع الجنجويت لأنه مبارك ما شهر ولنما صور حقهم الكلام ده أكل مهام جمعة الكلام ده حربهم شتيت في واحد أخونا هنا برضو أنا برضو برفع ليه فيديو هنا في واحد أخونا برضو أنا برفع ليه فيديو حقه ده أحمد كسلا يا أخب تحية لك أنت أصبحت صوت لما لا صوت له يالي قلنا أول شي نعتذر لك عن السلوكيات بدر مننا في الفترات اللي فاتت أنا والله ما كنت من الناس اللي قاعد اتعب لعيفاتك أنا وكان بس أني تغارير فقط أشوف تغارير والواحد بقول واجحة نزره فلكن قبل شهرين أنا أندي إذا شهرين بقيت بس مع لعيفاتك بزاد برجة بشمع القديمة بشوف اتأكدت تماما أنه لو فيزو صادق تجاه قدايا أحلنا النازحين واللاجحين وبسطة ده والله هو إنت سهي أخواننا ده الوخو يتبعج السلام بتاة جوبا وجو الخرطوم لكن والله يا أخوي اللي حركة مسلحة بجيب حقه وحقه نازح وحقه لاجح ولا بسترجع راجزول ولا حزب سياسي ولا تنزيم ولا شخص سياسي ديل كلهم أي واهجاري ورمساله وفخت وتحالفات والسياسة ده أخزر لعبة في الدنيا ده في أبقى يا أخوي والله أنا من الناس اللي من هنا وقدام أنا أي لو قلت ليا خطاء الحش النار أنا وخش معاك النار لأنه والله يا أخي الخطر الجنجويدي بحدد أحلنا في دارفور ده لو الناس ما اتوحدت ورا خطابات ورؤة صادقة المشكلة ما بتتحلها وفقلا بفضلك انت والله اللي في توحد كبير من أبناء دارفور وقدروا انه يوقوا بقداياه وخليك من ده أنا اتصلت على الوالد قبل يوم من الله ثلاثة يوم يعني جمن الخلق يمكن محل بايد شميل في أخصى شمال دارفور فقلت لك كيف يا حاجة الأوضاع كيف انك مشاكل هناك قال ليها كويس الله يا أخو مشاكل كثيرة قال ليه ما قلت أصبح أحمد كسلا قلت له أحمد كسلا قلت له أحمد كسلا قايد ما أكون فيه ربا هناك ما قلت تلقاه قلت له والله ما حصل قابلته وانت رفته هنين قال زول لما قلت نشاهد فيديوات بتاعه ليه أنا حاجة تلاقي القصة ده عشان تعرف انه انت صوتك ده واسل وين انت قوي أصبحت صوتة البساطة في الفيديو يا وشي ربني أحفظك والله أنا أعرفك انت زول راكس وأنا متأكد تماما انه انت مرخفك ده ما بيتبدل لأنه انت لا لا بخريك عجاة الدنيا ولا شي انت فقط حمك الأول والأخير انه أحلك هناك أو أحني في دارفور ده استخروا ويرجوا لمناتقهم ويزول الخطر الاسم الجنجيو تهياتنا والله يا أخونا أنا ما عندماك مشكلة شخصية وتهياتنا وليقي الدام يدول بغطة وبرجة وتهياتنا والله ونحنا يدنا واحد وكلنا بري ولقي الدام ولكن برضو رسالة للبري أو يا جماعة اللعلا لجت وجتح اللعلا ليه ونحنا توحيد الزرق ده شفتا كده نسقوا كده قل باكو البرابرخنا ومكنونا وردكم للمرة اللايفة الكمسومية انتاني ما نمشي بعد ثلاثة سنة لو حيين من الموت تاني نجي شنو نقول آي والله العظيم لو كان الفين ثلاثة وعشرين فكرنا ومشيلا لقائد الفين خمسة وعشرين وقد كان انتصرنا فهو فالفينتكم ده اتقاسهم ها الفينتكم ده باندجياتين طلقاتين نتوقع كلنا سوا انا ما عندي مشكلة شخصية بسهول بلاقي في الشارع هبابك انباري بتونس مع ناس في بريطانيا لكي اكون معكم صادق ما في دائرة عزيكرا قلت انا اشتغلت زي ستة سبع لايفات لجبال النوبة مديني صبورتي أكتر من أهلي في دارفور والله لانه كان فيه متاريس اتناقشنا معا في الموضوضة وبتاع وقلت تلم شوفوا يا جماعة في ناس طبعا في دارفور ما دعريني بزات الادارة العلية جزء من الحركات المسلة في ناس كتير ما دعريني ولا دعرين كلامي انا مش انت دورني انا ده مشكلتك ما تدورني ده حاجة بترجعلك لكن الخطر ورسالة برضو لأحلا موجودين في القضارف موجودين في شرق السودان هناك موجودين في الخرطوم وفي الجزيرة والله قصما بالله للمرنة المليون لو ما قمت بمباترات قوم بس انحط كل خمسة نفر كده انحط بس قوم كده بس اعملوا منظمات خيرية لموا قروش واساعدوا أهلكم في دارفور انت اندك الحق واندك حق المواطنة تسكن في اي محل في اي رقاج قصما بالله سلازم لو خليتوا دارفور خلاص وانتحت وانتسلمت لموسى هلال في الفترة الماضية وانتسلمت لموسى هلال والله العظيم يطردوكم خيرا مأسوفا عليكم والله تكونوا أزلاء أكثر من الناس الذين كانوا في مسكرات النزو واللجوم لا تنوموا يا جماعة أقوموا معكم لا تنمشي قدام شوية حسنا أنا أحبب هذا الشاب لا يوجد كشكل شخصي أنا طبعا أنا طبعا زور الرجل سخم وما يتنظر حقيقة وما يتنظر وما يتنظر وما يتنظر لكي تفهم وما يتنظر لكن مشكلة شخصية مع ذلك لا تنظر حبابك ألي والله وتعلينا في الخاص وحبابك النافط نمشي قدام شوية نمشي قدام شوية وما يتنظر للجنجويد أنا أردت لهم الصور حقهم فالكلام حرقهم حرقهم وجههم مرة واحد وجههم والله هذا حرقهم شديد الله العظيم مرة واحد نجيبه نجيبه من الأول نجيبه الجنجويد بعد ذلك نجيب الصور الجنجويد وإتماننا من الله وطلع يستفع مننا البلاد والرصال ونحن ونحن باستشار كلامه خلاص نحن 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 القادمة نحن نحن العدو ياهو نحن واحد العدو اثنان ياهو المتصل ده العدو بكر رب بكر داك هو ضحكة بس زي الحاجة زي الحاجة زي الحاجة لا تسوي حاجة طيب هنا برضه تجمعات كتيرة جدا وانا ما بادين لأي احد ما بادين لأي احد والله وانا ما اليوم بجلمينة في شيء شيء يجاجد ان نترابط وشان نبقى عرب هذا عرب من اساسنا مرتبطين من خلقنا من واحد جدنا واحد واحد الله لا ترامي جميلينة لا يقومنا والله عرب ما اليوم بان لوم اليوم بان لوم من صف عربي وليوم؟ ليش بان لوم اليوم؟ لا يوما اليوم والله خلو بانكوا تعيوزوا خلينا دعرف بكوين اخطا فراسا وليحاد دانا لبس باش يخجرو الليبي شحاد الليبي شهد دون دوم لام لأي خاطع سبرا إرداء لم تقول لنا شيء الله 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 طيب بادين كلام داتهم هم أفهم كلمة وهم جدا كلمة مفهوم شعب السوداني قال هم حتّلون لقد كلمة المبادرة فأنتك milkshake إن أنت الدرس إن أصلاح الاسر إن أصلاح الورب нова يريد أنه متسجد ورشبه والدخل إن أيها الجزء لقد أخبرت إلى الله إفاب ما زي ما قلتوا دعا هنحنا ما بنتكلم ونبني ناسفيل وداي انجليزي قال لي احمد